ظهرت الكتشوفات بعد وصول المبعثة الدنمركية لمنطقة الخليج وصلت للبحرين 1954 ومن اللي اكتشاف الآثار اليونانية في الكويت؟ وجدنا فيها أكثر من 17 هيكل عظم يدفن جماعي في هذا القبر يعني الدولة مثل العراق ومصر لما فجأة تفقد يعني ما يعرف بلقب أقدم حضارة مشارية ما حتقد أن هذا يسعدهم كشكيكة مو موجودة في نظر العلماء الآثار متابعي بود كاس مجلس العربي أنا داهم القحطاني وحييكم في حلقة جديدة نبحث فيها دور الآثار في كتابة تاريخ الأمم معانا الدكتور سلطان الدويش دكتور سلطان حياك الله الله يحييك بسلام دكتور سلطان أنت الأمير العام المساعد في منظمة آيكم الكويت اللي هي المنظمة العالمية للمتاحة في فرع الكويت وأيضا كنت المدير السابق لإدارة الآثار ومتاحة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ولكمؤلفات عديدة في هذا المجال من ضمنها كتاب كاظمة البحور وكتاب تلال المدافن بالإضافة إلى يعني عشرات الأبحاث العلمية اللي توثق فيها الاكتشافات لماذا نجد يعني أن دول الخليج بشكل عام لا تشتهر بالآثار على الرغم من أنك في مؤلفاتك وغيرك من علماء الآثار يعني رصدوا اكتشافات عديدة ومهمة أيضا عدة أسباب السبب الأول أن الاكتشافات بمنطقة الخليج تأخرت كان يعتقدون العلماء الغربيين أن هذه منطقة سحراوية ولا يوجد فيها آثار وتأخرت أكثر من 150 سنة يعني عن الاكتشافات في الأراضي المحيطة هناك بلاد العراق الشقيق ومصر لكن فجأة ظهرت آثار في العراق وعلماء نسبوها إلى الهند وهي آثار الخليج بعد اكتشاف حضارة الخليج دلمون ظهرت أن هذه المنطقة غنية جدا وأنها تظاهي الحضارات الموجودة في منطقة الشرق لأدنى القديم تظاهي أو تكون علىها مشه؟ لا لا تظاهيها رأي الخبراء مثل دكتور بروفوسور جفري بيبي كانت مملكة عظيمة حتى مساحتها وإرثها الأثري وأنها لا تقل بالقيمة الأثرية ومكانتها وحتى الدول المحيطة بها خلدوها خاصة الكتابات المسمارية من سومر وآكاد ذكروا وآشادوا بدلمون كثيرا نحن لما نتكلم عن دلمون الآن نتكلم عن من بالتحدين؟ عن البحرية الحالية أم ممتدة؟ لا دلمون هي مملكة انتشرت بالخليج حتى امتدت إلى أرض قطر لكن مراكزها الرئيسية في ثلاث جزر البحرين وجزيرة تاروت مملكة العربية السعودية وجزيرة فيلجة في الكويت والآن ظهرت أنها تمتد في الأرض الأم في منطقة بقيق والحساب السعودية وفي منطقة الصبية الآن في دراسات كبيرة عن دلمون وعن وجود دلمون العرف أن دلمون مقارها البحرين البحرين أخذوا الاسم لأن البحرين كانت تعرف المنطقة كلها باسم البحرين في العظر الإسلامي حتى جيل فار في الإمارات كانت المنطقة اسمها البحرين الآن اقتصرت البحرين على جزيرة أوال جزيرة صغيرة هي أوال كانت تسمى قبل الإسلام لكن البحرين المعروفين المرخين والذكر التاريخي لها أن البحرين هي المنطقة الخليج شرق الخليج العربي طيب لما نتكلم عن تاريخ الاكتشافات في دول الخليج العربي يعني متى بدأ أول اكتشاف؟ أول اكتشاف يعني له قيمته العلمية وواضح المعالم ظهرت الكتشوفات بعد وصول البعثة الدينموركية لمنطقة الخليج وصلت البحرين 1954 وبعد يعني 1954 1954 نعم متأخر حيل يعني نعم متأخر واجد وبعد الاكتشاف يعني رأى حكام الخليج أن الآثار لظهرة البحرين ممكن تظهر في مناطقهم واستدعوها يعني قطر استدعوها حوالي 59 لكويت 58 بعد أربع سنوات من كشوفات البحرين وصل البروفيسور جفري بيبي ودبسور الغلوب إلى جزيرة فيلتيا وكان يعتقد أنه ما راح يلقى آثار أول يلقى آثار أنه راح يلقى آثار العراق قلنا قريبة لكنه تفاجأ أنه وجد آثار دلمون بارزة على السطح في يعني تلال سعد وسعيد في جزيرة فيلتيا وغير الآثار الملكة الدلمونية احنا المعروف أنه في آثار يعني من العصر يعني الإسكندر المقدوني هل هذا السخير؟ الآثار منطقة الخليج إذا تصنفها وسوقها في السياق الآثار تمتد من العصور الحجرية ظهرت آثار في الجزيرة العربية وفي الخليج تعود إلى مليون سنة و700 ألف سنة وين بالتحديد؟ حتى في قطر وفي الإمارات وفي المملكة العربية السعودية في الشويحطية مليون سنة الخليج ظهرت في 700 ألف سنة يعني في أكثر من موقع في القطر الشقيق وفي الإمارات وفي اليمن لسا كان موجود في هذه الفترة في الكويت حوالي موقع يعود إلى 50 ألف سنة ولكن في مواقع مؤكدة تعود إلى 13 ألف سنة العصور الحجرية بتفاصيلها العصر الحجر القديم والوسيط والحديث لكن الإنسان ظهر متمد وترك الكهوف وانتقل إلى بناء القرى وإنشاء المدن القرى الحديثة والتخطيط العمراني وبناء المساكن والصناعات الخراز والفخار في الألف السادس قبل الميلاد 8000 سنة من الآن والآن عندنا قرية مهمة اسمها بحرة واحد في الكويت منطقة الصبية تمثل هذا الوجود الإنساني والتحضر التي نشأت عنها هي الآن لم يأخذ دور كبير في العالم هذه القرية أنها كانت عاصمة الخليج في هذه الفترة نحن جايينها لأن هذا أهم الاكتشافات الحديثة التي حتى تغير تاريخ الحديث عنها يطول لكن بعد العبيد أو بعد ظهر دلمون في الألف الثالث دلمون مملكة عظيمة وهي نشأت أسلاف العبيديين العبيديين هم أول من أنشأ القرى في الخليج الآن تشوف دلمة في الإمارات العبيدين ينتمون لمن دكتور؟ هم ساميين من الجزيرة العربية انتقلوا إلى من الجزيرة العربية إلى العراق العراق نعم وأنشأوا الحضارة ثم التحمت فيهم شعوب أخرى من تركيا ومن إيران وانتشرت هذه الحضارة لكن ظهرت بالخليج معاصرة للحضارة التي بالعراق وتختلف عنها في بعض المظاهر مثل مباني هم يبنون بالطوب ونحن يبنون بالحجر اختلاف طريقة الدفن يعني استلقاء على الظهر بالعراق والخليج خاصة بالكويت والإمارات يعني هي طريقة القرفصاد دفن طريقة القرفصاد في منطقة الخليج عموما ويعني فيه اختلافات بينهم لكن فيه تبادل تجاري وعلاقات مبكرة كأنها نشأت العلاقات المبكرة الأولى التجارية هم أنشأوا هذه القرى يعني حوالي كل خمسين أو سبعين كيلومتر فيه قرية تجارية قرية ساحلية وأنشأم السفن وجدنا أول قارب بالكويت في هذه الفترة يعود إلى ثمانة تلاف سنة إلى حضارة العبيد وجدنا طريقتهم لغوص اللؤل لأنهم قدوا يتوصلون إلى التقاط اللؤل وثقب واستخدام كزينة بعدما ظهرت حضارات أخرى الألف الثالث والألف الأول وجدنا مدافن وجدنا مستوطنات في منطقة الخليج أنا متخصص في أثار الخليج عموما بالكويت خاصة السؤال كان عن الإسكندر المقدوني هل صحيح أنه مر في جزيرة فيلسة؟ قبل الميلاد وصل الإسكندر المقدوني للمنطقة في رحلة الشهيرة بشخصه أو جيشه؟ هو وصل إلى الهند ورجع إلى بابل وكان عنده فكرة أنه استولي على الجزر الخليج جزيرة فيلسة وجزيرة البحرين وبعض الجزر الموجودة واستولى على جزيرة فيلسة هو كان موجود لبسا كان مرض وما وصل إلى الكويت لكن استولوا عليه وكان موجود وسمىها جزيرة إيكارست يمنا بأحد الجزر الموجودة في بحر إيجة في اليونان وسمى البحرين تايلوس واستولى على المجموعة من الجزر هذا مؤكد يعني؟ مؤكد ومن الذي اكتشف الأثار اليونانية في الكويت؟ في مجموعة يعني عثروا على بعض النقوش الحجرية المكتوبة واعتقدوا أن فيه سفينة غرقت في بحر الخليج جنب جزيرة فيلسة لكن بعد قصور البعثة والتنقيبات في أحد التلال وعثر على مستوطنة ضخمة وقلعة هل نستيعرف أنه كان فيه استيطان وفكي حضارة وليس مرور أحد السنة هذا الألف الرابع الثالث قبل الميلاد؟ لا مئتين سنة قبل الميلاد مئتين سنة قبل الميلاد وأول تواجد الحضارة في دول الخليج كان ثمان تلاف؟ العبيد ثمان تلاف ثم بعد حضارة حفيت أو حضارة الألف الثالث ثم ثلاثة حضارة دلمون في الألف الثاني منتصف الألف الثاني طيب خلنوقف عند الحضارة يعني حضارة العبيدية يعني ثمان تلاف تتكلم عن أنت تتكلم عن مستوطنة بشرية فيها صناعة فيها تجارة بس يعني الدارج أن الحضارة يعني الفهم الرجل الشارع العادي أنها بدأت مع الفراعنة يعني الحضارة الفراعانية في مصر فمدى صحة المعلومة الفراعنة متأخرين عن العبيد يعني حضارة المصر وحضارة الفراعنة هي معروفة أنها بالألف الثاني قبل الميلاد لكن مصر كان عندهم قرى اسمها قرى الفيوم هم يقولون سبع تلاف هذه قرى كانت معاصرة الحضارة العبيد لكن ما لها انتشار مثل حضارة العبيد في منطقة الشرق الأدنى القديم في هذه الكثرة لكن ثلاثة الحضارة المصرية معاصرة الحضارة الدلمن حضارة الفراعنة معاصرة الحضارة السومر وأكاد معاصرة الحضارة الدلمن الألف الثاني الثالث قبل الميلاد هذه القرى التي قلت لها معاصرة الحضارة العبيدية هذه يعني حكمها الفراعنة كان لا هذا كان أسلافهم الفيوم والبداري هذه كانت منشآت عصر حجري في مصر وفيها حضارة وفيها تقدم فيها صناعات تقليدية لكن لا تنتصل لحضارة بناء القرى والمساكنة اللي كانت موجودة في العبيد والتجارة والعلاقات الدولية في هذه الفترة إذن هذه معلومة أن الحضارة العبيدية هي الأقدم هي الأولى في العالم هي الأولى في العالم نتحدث عن العالم كله نعم طيب هالمعلومة هذه جديدة أم قديمة لا هذه من اكتشفوا حضارة العبيد أطلقوا عليها التسبيل باي سنة تقريبا وقبل 150 سنة اكتشفوها في موقع بالعراض نعم وصارت حقيقة علمية نعم طيب الاكتشاف اللي حضرتك يعني شاركت البعثة البولندية في منطقة الصبية اللي اكتشفته يعني يعني بحرة قرية في بحرة في منطقة بحرة وهي بالمناسبة يمكن أول منطقة اكتشف فيها النفط في الكويت يعني نعم إذن هذه شنو هميتها في الموضوع نفسه يعني احنا شفنا عنوين يعني شفنا تقرير بي بي سيد يقول إن هذا الاكتشاف قد يغير مفاهيم التاريخ حول بد يعني نشأة أول مستوطنة بشرية نعم بس بالسياقة احنا قبل هذا الاكتشاف كنا حذرنا على موقع بالكويت في الصبية في جزيرة صغيرة اسمها طبيج واتشيثني مع البعثة البريطانية وعملنا فيها من 1998 إلى 2002 لكن البريطانية الراحة من هذه موستوطنة موسمية وأنهم جم من العراق كانوا صيادين أو رحل ورجعهم يعني موسمية كانت أي سنة تقريبا؟ 2000 هي نفس الفترة لا لا يعني المستوطنة هذه من فترتها التاريخية نفس العبيد هي حضارة العبيد نفس الفترة العبيد 7000 سنة قبل الميلاد 7000 سنة قبل الميلاد 8000 سنة من الآن بعدها اكتشفنا بعد يعني بعد ما رحلوا البعثة البريطانية بعد أربع سنوات اكتشفت موقع البحرة واستدعيت البعثة البريطانية بعد ما عملت دراسات وتأكدت أن الموقع مهم ونشرتي في رسالة الدكتوراه عام 2014 في جامعة القاهرة شوانك شفتها؟ القصة طريفة معي ممكن شياب البدو وذكرتها نعم أنا ساهمت اكتشافات كثيرة يعني أني بديت أبحث عن المواقع المفقودة في دوت الكويت وبديت تصلت بالرجال كبار السن في الجهرة وقابلت كثير منهم الخالد مدينة الجهرة هي القريبة من بحرة نسبيا نعم وقابلت مجموعة كبيرة وكنت أبحث عن آبار المياه لأن عندي فكرة مشروع أن الاستيطارة يكون في آبار المياه وفعلا تأكد هذا وبعد ما دلوني على مجموعة كبيرة من الآبار من الجهرة من الخويسات حتى رأس الصبية أكثر من 150 بير حصرتهم ثم بدأت عمليات المسح الدقيق أني أمشي على الأقدام وأبحث عن الفخار والأثار وبعد 20 يوم يعني يوميا كنا عمليات مسح من الصباح الباكر هذا بعثة كويتية فقط بعثة كويتية نعم أنا واحد الزملاء كنت مفردي ثم التحق بأحد الزملاء بعد ما جاء من دور الدريبية اكتشفت موقع كاظمة يعني وعرضت على بجموعة كبيرة من استهدتنا في جامعة الكويت ما تعرفوا عليه وقالوا يعني لا تستعجل في عملية طرح أن هذا موقع نتكلم عن موقع أموي لأول مرة يعلن عن موقع أموي عن كاظمة بالكويت يعني كان يعتقدون أن كاظمة أغلب الأثار اللي ظهرت في الكويت كلها فترة عباسية يعني القرن الثاني قبل الميلاد لكن هذا الموقع أموي تحدث عن موقع أموي وعرضت على بعثات في الأردن بعثات متخصصين بعثات ألمانية وعربية وعرضت على سلطنة عمان على بروفسور معاوي إبراهي ومجموعة من العلماء الغربيين تأكد أن الطرح اللي طرحته أنه صحيح أنه هذه مدينة كاظمة اللي قيل أنها مقر اللي ولد فيها الفرزدق نعم أتحدث عن الموقع والتاريخ الشارع الشهير الفرزدق ولد فيها وذكرت في بعض القصائد لكن ما كان الحقبة الزمنية ما لاتها معروفة كان يعتقد أنها العصر العباسي والموقع على وجه التحديد ما كان يعرف الموقع أشار لها الدكتور يعقوب الغنيم أنه المطلع لأنه ما تحدد الموقع وليه كتاب شهير هو كاظمة بين الأدب والتاريخ لكن أشير لها كثيرا في التاريخ يعني منهم الفرزدق وناجية الخير والأقرعان وقبرا بكاظمة الموردي ذكرها مهيار دليمي من شعار العرب والفرزدق وجرير أقلب شعراء العرب تحدثوا عن كاظمة وذكروها لأنها كانت تثير لهم الغريزة الشعرية في تلك الفترة وقيل أنها حدثت فيها معركة شهيرة بين الفرس والعرب قبل قضيل الإسلام نعم في استياق الحديث نعم هي ذكرت كثيرا وحدثت فيها معركة ذات السلاسل وهو يوم كاظمة الشهير بين الصحابة الجليل خالد من الوليد وهرمز وكان خالد يناورهم على الحفير وعلى كاظمة أخيرا استقرنا أنها ستكون الحرب في كاظمة ووقعت فيها واستطعنا أن نستدل على الكثير من المظاهر التي ذكرت بالتاريخ أننا حددناها منها البير والقلعة ذكرت أن فيها قلعة لأحد بنات النعمان قصر وعثرنا على هذه القلعة وعثرنا على البير وعثرنا على الكثير حتى القبور الموجودة الإسلامية هما قبل الإسلام والسوق القديم في هذا الموقع المهم لتاريخ الكويت نعم هذا توثيق وتم توثيقه لكن السؤال كان عن القرية أو المستوطنة التي قيل في بعض التصريحات يمكن حضرة قلت أنها بداية تكون الحضارة العبيدية أنا تحدث الحين عن كاظمة نعم خلصنا من كاظمة بعدها استمر العمليات المسحة وعثرت على المدافن تلال المدافن طلعت فيها كتاب اسمه تلال مدافن الصبية أكثر من 500 صفحة تقريبا نلت عليه رسالة الماجستير واستمر البحث المدافن ما هي هذه المدافن هي القبور الإنسان كان عنده ثلاث منشآت حجرية هي المقابر والمساكن والمعابد عثرنا على المعابد والمساكن وعثرنا على القبور مئات أو آلاف القبور لاي حقبة تابعا هي تمتد في العصر البرونزي من الألف الرابع إلى الألف الأول قبل الميلاد وتنتمي إلى عدة حضارات أحد القبور عثرنا على رأس سهم نعتقد أنه يعود إلى فترة العبيد وهذا هو مهم جدا لأن وجدنا فيه أكثر من 17 هيكل عظمي دفن جماعي في هذا القبر لكن الدليل الوحيد عندنا هو بعد تحليل العظام ثبت أن رأس السهم هذا وهذا المدفن ينتمي عرفنا طريقة الدفن عرفنا الكثير من اتجاه المدفن للشمس أو الشرق واستدلينا على هذا الموقع والمدافن المهمة المغزن لما عثرنا على موقع العبيد واستدعينا البعثة البولندية بعثة عريقة يعني يشتغل البروفيسور شنو الهدف أنكم تستدعون البعثة إذا كنتم أنتم قاعد تكتشفون نعم حنا اكتشفنا لأنهم دائما يجون يبحثون في مواقع جاهزة ويسوون دراساتهم أغلب البعثات ما عندهم وقت أنهم يسوون عمليات مسح طويلة وأنهم مرتبطين في جامعات وفي التزامات خاصة فيهم لكن بعد سبت سنوات أو سبع سنوات من إظهار المنطقة الصبية أن فيها آثار وأصدرنا أكثر من كتاب مثل كتاب كاظم وكتاب مدافن الصبية و النتائج التنقيبات الأثرية في منطقة الصبية وزارة والمنطقة عرفوا أن هذه المنطقة مهمة جدا وأن فيها آثار سدعينا لأنهم خبرة كبيرة البروفيسور هذا يشتغل في العراق ومصر وإيران وإيران ويشتغل في سوريا ويشتغل في نفس المواقع العبيدية هذا البروفيسور مشهور والبعثة هذه من جامعة وارسو من أعرق وأكبر البعثات التي تشتغل في الآثار في العالم ومهم جدا أن نستفيد منهم في هذه البترة لتدريب الباحثين الكويتيين وإبراز النتائج والتواصل مع العلماء في الجامعات في الغرب وربما أعطاء الاكتشاف مصداقي أكثر على اعتبار أن المهتمين يعني في سوان في المنظمة العالمية المتاحفة وغيرها يعني راح ربما يعتدون في توثيق البعثة البلدية أكثر من توثيق المحلي ممكن نفهمها على هال لا نشرنا نشرنا يعني نشرنا بالنسبة للأوروبيين أكيد أنهم اللي ينشر باللغة الإنجليزية نشرنا أكثر مرة لكن هم زاروا الموقع سونا ندوة كبيرة لجمعنا علماء الآثار المختصين في هذا العصر في المجلس الوطني وبعدما لقيت الندوة زاروا الموقع الآثاري وشاهدوه وكتبوا عنه كثير من المقالات والان نشرت عن هذا الموقع مؤيدة ولا مشككة لا أكيد مؤيدة هذه حقائق صارت علمية ومسجلة يعني رسميا التشكيك مو موجودة في نظر العلماء الآثار لا شفنا يعني لما صار خبر أنه اكتشف حضارة أول مستوطنة بشرية امتدت من الكويت لا شفنا تشكيك من كثير من يعني الصحف خصوصا في مصر شفنا بعض العلماء أو بعض التصريحات مضادة التشكيك حتى من يعني مرة قال لي أحد الوزراء أني أنا معجب في عملكم ولكن ما رح أصدق يعني وزير كويتي وزير كويتي للأسف يعني قلت أنت هذه حقائق علمية ثابتة والأخوان في مصر يعني هي حضارة مصرية حضارة عريقة حضارة لها تأثير على العالم دائما يعني هي كانت بالصف الأول وفي المقام الأول لكثرة إنتاجها وكثرة يعني وأكيد أنها يعني هي كانت في مصف الحضارات الكبرى دائما يعني واستشهادنا في الحضارة المصرية الشي يعني لرفع مستوى الآثار وللتعرف على الآثار بالنسبة التعليق اللي طرع عليها من سواء من أخوان المصريين أو من الكويتيين هذا يسعدنا يعني هم أن ننشر الوعي الأثري عن هذا الموقع المهم حتى لو كانوا مشكك لا وشكين هذور الناس يعني مستطى ما عندهم خلفية عن الآثار والاهتمام لأن الوعي الأثري حنا بدأنا نرحل مشوار طويل من عشر سنوات أن ننشر الوعي الأثري سواء في المراحل التعليمية عن آثار الكويت وسواء في المعارض اللي نقيمها بالأسواق عشان نعرف بآثار الكويت لأنه يحتاج وقت طويل أنك تزرع الروح الوطنية والهوية والآثار في عقول الطلبة طيب من لي يحسم الأمر إذا يعني عالم آثار قال أن هذا الاكتشاف ستة الاف قبل يعني قبل الميلاد وعالم آخر قال لا غير دقيق إحنا حضارتنا نحن حضارتنا أقدم من لي يحسم منظمة العالمية للمتاح مثلا هل في جهة تحسم مثل هالخلافات هذه هو دائما ما تصير فيه مقارنات يعني بين الحضارات يعني ما تصير يعني هو واحد أن أتكلم أحد العلماء العربين ألف كتاب أن الحضارة المصرية جاء من العراق وفيه اعتراض كثير عليه الحضارة المصرية أنها نتيجة من الحضارة البلاد الرافدين لكن رد على أكثر منها أن الحضارة نشأت من الجزيرة العربية وفعلا الحضارات كلها غلبها والبشر طلعوا من الجزيرة العربية واليوم الجزيرة العربية يعني فيها نتاج أثري كبير جدا بالنسبة وكان لها تأثير على الأقاليم والمناطق المحيطة دعنا نقف عند المعلومة لأنها جديدة بالمرة علينا شخصيا الآن نتكلم عن أنه فيه جدل بين الحضارة العبيدية اللي قيل أنها بدأت من الكويت الحالية الآن في عالم بريطاني طرح أن الحضارة المصرية أصلا جاءت من العراق الآن أنت تقول أن الحضارات كلها المصرية والعراقية مبثقت من الجزيرة العربية يعني هل هذا كلام علمي مؤثق ولا نظرية هذا مرأي هذا رأي آراء يعني باحثين المتخصصين لأن الجزيرة العربية هي الأقدم واليوم هذا في اليوم بعد الاكتشافات الكبيرة في الجزيرة العربية خاصة الكتابات والنقوش اللي ظهرت في حايل والمواقع المهمة اللي ظهرت في نجد وظهرت في شمال المنك العربي السعودي وظهرت في الخليج العربي أثبت الجزيرة العربية أنها يعني لا تقل عن المناطق الأثرية الأخرى لكن الجدل هذا موجود أول ما ظهرت حضارة العبيد في المنك العربية السعودية كشفت عام 1974 كشفها البروفيسور عبدالله المصري رئيس هيئة الآثار السعودية والرخة وقال أنها تعود إلى خمس تالعف سنة قبل الميلاد طرح نظرية الشهيرة أن الآثار ظهرت من الجزيرة العربية باتجاه العرق ما يعني أزعل العلماء البريطانيين اللي كتبوا من مئة سنة كتبوا عن آثار بالعراق لأنهم أرخوها بالألف الرابع وبعد جدل وتحليل الآثار السعودية وإعادة فرزها وتحليلها مرة أخرى ثبت أن التحليل القديم بالعراق كان غير دقيق وأن الآثار بالعراق معاصر للآثار لمنطقة الخليج وأنها تعود لنفس الفترة هيدل أن الحضارة انطلقت في نفس الفترة في منطقة الخليج والعراق والشرق الأدنى القديم نفس الفترة نفس الفترة العبيدية العبيدية انطلقت من الجزيرة العربية في آراء أنها انطلقت من الجزيرة في آراء أنها طلقت من العراق بس أنها الحين هي الحضارة كانت موجودة في نفس الفترة ونفس العثر في الجزيرة وفي البلاد ما بين ناري طيب ليش المعلومة هذه مبارزة بارزة ليش داماً في الذهنية أن الحضارة يعني الجزء العربية البعض يقول غير مشهورة بالحضارة غير مشهورة بالآثار وهل لعدم وجود متاحف مثلاً هل الإعلام يعني ما يتبنى هذا يعني في الأدبيات لا هي الأسباب الأول أن الاكتشافات متأخرة في منطقة الخليج العربي والإعلام لا شك أنها مقصر يعني إعلامنا في منطقة الخليج مقصر في إبراز الحضارة وفي متابعة الاكتشافات الأثرية وفي مواكب الاكتشافات وما أبرز الاكتشافات واضح أنه إذا أحد الوزراء في الكويت يقول لك أنا ما أصدق للأسف يعني مع أن أنت مسؤول رسمي كويتي ولديك أرام من البعثة البولندية أنا متخصص يعني وطول عمر قضيته يعني أكثر من خمس سلسلسل سنة قضيتها كلها في البحث والتنقيبات الأثرية ونحن نعتمد على بعثات عالمية يعني وأكثر من بعثة ليس بعثة وحدة يعني تكتب بعثة الدينموركية والبولندية والإنجليزية كلها مشتغلة في منطقة الصبية طيب بس عشاس نحاول يعني نحدد الأفكار الرئيسية الآن الحضارة العبيدية هي أول حضارة يعني فيها مستوطنة بشرية هي موجودة في العراق بعد اكتشافكم اللي بالصبية الآن فيها آراء تقول إنها بدأت من الكويت هل صحيح هذا الرأي؟ هي الحين الحضارة العبيدية موجودة في منطقة الخليط شتين موقع في منطقة الخليط أربعين موقع في المملكة العربية السعودية تناعش موقع بالكويت وفي مواقع يمكن أربع مواقع في قطر الخور الضبيعان وفي مواقع بالإمارات في دلمة وفي البحرين في موقع صغير لكن هذه المواقع أكبر المواقع هذه والعاصمة والموقع الاستراتيجي اللي كان فيه تبادل تجاري في مدينة هو موقع بحراء اللي في الكويت اللي في الصبية منطقة الصبية وكان أكبر من المواقع اللي في العراق نعم هذا الموقع من أضخم المواقع في العبيد إذن إذا شفنا المراكز الاستيطانية للحضارة العبيدية في العراق فهي أصغر من المركز الاستيطاني اللي اكتشف في بحراء في الكويت نعم طيب يعني صراحة معلومة يعني هل في تحفظ من علماء العراق عليها أو علماء مصر لا ما في تحفظ على هذا الموقع لأن هذا موقع صحيح موجود وزاروا يعني حنا عندنا في جامعة الكويت علماء مثل الدكتور أحمد سعيد وسيد محفوظ وهم كتبوا عن آثار الكويت وشاهدوها يعني وزيارات كبيرة يعني زاهي حواز زار آثار الكويت وعلماء عراقيين مشاهير يعني زاروا الآثار لما ندعيناهم بالندوة دعينا أشهر العلماء الموجودين في العراق والعلماء المهاجرين في بريطانيا زاروا هذا الموقع وشاهدوا هذا الموقع هذا شيء يفرح للعلماء الآثار إن منطقتنا زاخرة بهذه المواقع الآثارية وإن فيه تواصل حضاري قديم بس العفو دكتور أنت تعرف الاستخدام يعني إخنا نقول الاستخدام القوى الناعمة والاستخدام السياسي لبعض الأمور من ضمنها الآثار يعني دولة مثل العراق ومصر لما فجأة تفقد يعني ما يعرف بلقب أقدم حضارة بشرية ما أعتقد أن هذا يسعدهم يعني ما أدري لكن بالنسبة لمصر حتى الأهرام طلعت يعني من أعظم الآثار يعني الأول السبع لأنها دخلتها حين مدينة الأردن البتراء نعم هذا تصنيف عالمي يعني على أهمية المواقع في هذا العصر تختلف من عصر إلى عصر ومن رؤية إلى رؤية تتكلمت على أن الحضارة الفرعونية مثلا لها أثر قلت أنت قبل شوي الحضارة الفرعونية أثرها محلية يعني هي حضارة انتشرت في مصر وفي السودان ما انتشرت في العالم حتى الكتابة المصرية الأغرافية يعني ما كان يكتب فيها في العالم لكن الكتاب المسمارية كانت هي المراسلات حتى في مصر كان في تل العمار وجدوا مراسلات بالكتاب المسمارية من الحضارة العراقية لأنها كانت اللغة الأولى في العالم ثم جاءت اللغة الآرامية التي انتشرت في منطقة الخليج صارت اللغة الأولى في العالم في الألف الأول قبل الميلاد فكرة الاستعانة في البعثات الأجنبية هل هي فكرة محمودة أم أن هذه البعثة الأجنبية قد تضع بصمات معينة قد توجه معلومات بشكل معين لا هي لا شك أنها فكرة محمودة لأن هذا كان طرح قديم لأن قبل لا يوجد علماء عرب ولا يوجد مراقبات عليهم كانوا يمولون المواقع الأثرية ويأخذون نصف مجموعة من الآثار المنقولة لكن الآن اختلف الوضع علماء العرب الآن كثيرين ومشهود لهم نالوا على الشهادات وعندهم خبرات كبيرة ولهم مكانتهم حتى على مستوى العالم بالنسبة لفكرة استخدام الاكتشافات الأثرية في موضوع السياحة نتكلم نمس بالتحضير على أن هذا الأمر يكاد يكون شبه مفقود في بعض الدول الخليجية مع أننا كل فترة نرى اكتشافات مذهلة وحسب ما عرفت أننا نتكلم عن آلاف القطع ما نتكلم عن مثلا عدد معدود السياحة الثقة فيها مفروض أن نبدأ فيها خاصة بالكويت في دول مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين بدأوا وسجلوا موقعهم على التراث العالمي أصبح العالم يعرف أن في مواقع الثريحة عندنا بالكويت مواقع ضخمة ومهمة يعني في حضارة دلمن والعبيد تستحق التسجيل على التراث العالمي لكن فيه كان فيه عوائق إدارية وبعض الرؤية اللي ليس مقتنعين أنهم يسجلون هنا فيه تدخلات من اليونسكو لكن هذه يعني فيه اتهمات توجه اليونسكو أن يتدخل مثلا؟ هما يتدخلون إذا انت سجلت الموقع على التراث العالمي ما يحق لك أنك تعمل فيه أي إضافات إلا تلجأ لهم أو تستأذنهم لأن هذا الموقع صار ملك العالم وصار مسجل على قامة التراث العالمي ما لك حق تضيف عليه أي إضافات إلا إضافات هما يرسلون لك مستشارين ويرسلون لك مرممين ويدعمونك حتى ماديا فبعض المسؤولين يرفضون حتى لا يكون باب لتدخل المسكو لكن أنت في الدول هذه تحتاج المنظمات الدولية في دعمك خاصة في التراث بدون أي تغيير ألا أنك تسحب موقعك في دول سجلت الموقع ثم سحبت صارت تضيف بعض الفنادق أو الاستثمارات التي تتعارض مع تسجيل على التراث العالمي يسحبوه وأضافوه عليه مثل عندك؟ عندنا دول عمان الشقيقة يسحبوا أحد المواقع في كثير من الدول في العالم يسحبون وهذا الموقع يصنف إذا أنت سويت عليه ملاحظات يحطوه لك عليه ملاحظات أن هذا في خطر أو أن يجب أنك تتبع الملاحظات الموجودة في عملية الترميم والصيان وعدم إضافة أي موقع في موقع بالكويت يعني للأسف أنه إضافوا عليه مبنى جديد متحف والمتحف هذا قريب جدا من المواقع الأثرية واعترضت عليه قلت له هذا ما يصير الأمي العام السابق وإنت ما رح تتسجد على التراث العالمي وإنت شوحت المنظر وما عطيت بعد للموقع ما عطيت حرم للموقع الأثري لكن كان مقتنع بنظريته وفلسفته والأسف لما أول ما نصدق من اليونسكو قالولا حتى تسجل موقعك لا تم تزيل هذا المتحف الذي صرفت عليه مبالغ طائلة يزيله بالكامل يتزيل هذا المتحف والمبنى حتى تسجل لأن هذا يتعارض مع المنظر العام عندهم منظر عام عندهم لازم يكون فيه حرم أكثر من تقريبا كيلو أو حسب القياسات أو المدينة الموجودة لابد أن تبتعد عن مواقع التل أكثر من كيلو تقريبا ما أدري هو كان عنده نظرة خاصة مهندس لكن الأثريين يجب أن يستشارون في الحقول والمواقع الأثرية ويجب أن يوخذ رأيهم هذا وضع طبيعي هذا وضع طبيعي أن يستشار يعني من راح تستشير إذا لم تستشير متخصصة وعالم الأثار مفروض يعني إحمال المواقع أو استشارة ناس مهم مختصين أو استعانة بمجموعات يعني ما لهم علاقة في الموقع يعني ما سهموا في الاكتشافات ولا التنقيبات ولا يعني لهم تاريخ في هذه المواقع الأثرية يجب أن يرد الموضوع إلى أهله أو أصحابه اللي عملوا في هذه المواقع لأنهم اللي يعرفون أبعاد وهمية هذا الموقع طيب الآن يمكن المتابع الآن يسأل أو يتسائل ما هي أهمية أن هذا يعني المعلم الأثري يدرج تحت تصنيف اليونسكو يعني شو راح يضيف اليونسكو راح تفتح لك باب لأنه الجميع يتابعون اليونسكو يتابعون لها إصدارات ولها يعني خبراء خاصين فيها والكثير مثل أكثر من عشر تلاف المسجلين في المتاحف العالمي والكثير من الناس يتجورون يشاهدون المواقع المهمة التي تتصنف يتابعون اليونسكو يتقوم في اليونسكو في هذا المنظمة الدولية وتصنيفاتها أنها تظهر الأثار لكن الأثار المحلية أنت راح يعني مهما عملت من جهود ومن صرفت من أموال ما راح تنسى للدعاية والأهمية التي تعطيها اليونسكو لموقعك الأثري شيء الثاني أن أنت إذا ما سجلت وسجلت دولة يعني قريبة منك نفس الموقع مثل دلمون دلمون هذا منتشر في البحرين وفي المملكة العربية السعودية في الكويت إذا سجلهم أنت راح تصبح لاحق لهم يعني أنت ما راح تسجل الموقع كأساسي لك موقع يعني خاص بالكويت أنت حين إذا سجلت المدافن سجلت في البحرين موقع القلعة سجلت في البحرين كلهم دلمون أنت بتسجل دلمون راح يقول لك أنت ألحق اسمك في الموقع الأثري في البحرين مثلا لكن أنت كان موقعك مهم جدا ومن أقنى الموقع الأثرية يعني معناها أن لما بني هذا المتحف أخر قضية إدراج المعلم الأثري الكويتي نعم نعم هذا شيء مؤكد والدول الثاني سجلتها في وقت لاحق يسجلون البحرين سجلوا أكثر من موقع عن دلمون طيب قضية صيانة الأثار يعني إحنا نشوف أنها يعني يعني أن بعض الأثار نتيجة مثلا لفيضان أو نتيجة لحزة أرضية يعني تجرى لها صيانة يعني صفتك على المعلم الأثار هل هذه هذه الصيانة تفقد هذا المعلم قيمته على اعتبار أنه يعني تم في تدخل يعني حديث لا الصيانة إذا صارت على أصولها وتم الترميم بالمواد البوجودة نفس المواد يعني أنت على اليونسكو دائما توصي أنك ترمي بنفس المواد الموجودة يعني الطين تستخدم الطين الطعش المواد اللي استخدم فيها البناء الأساسي وعليك أنك تسوي ترميم دوري لهذا الموقع وتحافظ على هذا الموقع لكن إضافة مواد حديثة بصفة أني رح أقو الموقع أو أني ما رح أصرف عليه مبالغ طائرة هذا الشيء هو اللي يضر الموقع يعني يشوه المبنى الأثري ويعني جعله تقريبا اختلف اختلف اللون والشكل وكثير من معالم يختلف اللون والشكل أي أكيد إذا انت ضفت لأسمنت وضفت له يعني مواد حديثة أقلب الحين المواقع للأسف يعني تم ترميمها من شركات ترميم سيئ يعني يضعون الأسمنت في نعم في مبنى الطيني يعني رح يغير الشكل بالفعل بكي تغير الشكل يعني استراحة الشيء في عمل الجابر للأسف يعني ترممت أكثر من مرة في للأسف يعني شركات حديثة ويعني غير متخصصين يعني في ترميم المباني الطينية والأسف إنهم شوهوا هذا المبنى ما تعرض لأكثر مرة من التصدع ويعني كسر السقف وتغيرت بعض معالمه وهذا يأثر أيضا على التصنيف نعم يأثر على التصنيف أكيد طيب في قضية السياحة يعني هل في تصور نحن نتكلم الآن على الكويت يعني هل في تصور معين أنه ممكن تنجح السياحة الأثرية يعني في الكويت أم أن الأمر أنت ما تستطيع أنك تنافس مثلا دول يعني هي بطبيعتها جاذبة للأثر مثل سنقول الأردن مصر العراق لا أكيد أنت بستطيع أنك تنافس الدول هذه عدنا تصور إيش لون تصور البترة كانت بالأردن كانت يعني من المواقع شبه مهجورة الزوار كانوا عدد قليل يعني بالآلاف لما اهتمت فيها الدولة وبنت يعني طورتها حطتها أصبحت من معالم الآثار الرئيسية في العالم وصبح يزورونها أكثر من مليونين وصبحت مورد رئيسي للأردن الشقيق الفيلتشا والصبية ما تقل عن البترة والمواقع الأخرى المسجلة على التراث العالمي اللي يزورها آلاف يعني هي أهم تجب أنك تحافظ على المعالم الأثرية أكثر من معلم أثري في جزيرة فيلتشا يعني دلمون والقلعة الهنستية والمواقع الإسلامية والآبار القديمة الصبية الطرق والآبار والمدافن والعبيد تبرز هذه المواقع الأثرية وترممها وتستطيع أنك تبني متاحة وتشرح عنها تستطيع أنك تربطها بالبيئة يعني بالأودية الموجودة اللي ذكرت على مرة التاريخ بالآبار وتبني قرى سياحية في هذه المنطقة وتستثمرها في هذه الموقع لا شك أنه أنا أتوقع أنها مشروع ناجح ومستقبلي لذول كفيت السياح الثقافية وفي مشروع قدم أو بس هي أفكار عامة نطرحنا أفكار نحن كأثريين دائما نشير إلى استثمارها لأننا نهمنا الجانب هذا لأن وجود الإنسان في المواقع الأثرية سيضيفها للأمن الأمن المفقود الآن في هذه المواقع الأثرية لا وجد الإنسان وجدت مجموعة من السلسلة من الفنادق والقرى السياحية سيكون التواجد بشري وأمني في هذه المنطقة أما يساهم في المحافظة على هذه المواقع الأثرية طيب ومن نسبة المتاحف المتاحف في الكويت ما هو المتاحف في الكويت؟ لأسف المتاحف وضحة سيئة وأنا أتعلم لأنني أنطق هذه الكلمة تصور المتحف الرئيسي بدوث الكويت يترمم من 33 سنة من الغزو للحين ترميم جاري كل سنة مما أفقدنا الكثير من طرق العرض وتأخرنا في إضافة واتجهنا لاتجاهات ثانية لأن المتحف في مشاكل في مشاكل في التصميم في مشاكل في البناء في مشاكل في إنجازة يعني تأخر كثير حتى أن آخر شيء قال أنه سينتهي التنميم 2018 ونحن لحين اليوم 2024 وهو مغلق الآن؟ لا هو مفتوح جزء مننا جزء بسيط مفتوح مننا ورمم جزء مننا يعني رمم دار الثارة الإسلامية خاصة بمجموعة الصباح لكن عرضوا شيء مختلف يعرضون هم لهم مبنيين من أربع مباني مبني الأثار الإسلامية مبني الأثار إدارة الأثار والمتاعف لكن حتى هم من الآن للآن ما استطاعوا أنهم يعرضوا في هذا متحفهم الخاص من الغزو حتى الآن ولكن متحف الكويت الوطني متأخر جدا عن دار الثارة الإسلامية في عملية إنجازة وفي عملية حتى طرحة أنا متأكد أنه للحين ما طرح وما أنجز هذا المبنى من ثلاثة ثلاثين سنة هذا يعني سبب من تأخيرها بس مفتوح جزءا على دار الثارة الإسلامية لا هي قاعة صغيرة يعني أصدر من القاعة هذه قاعة صغيرة فيها بعض المعروضات الأثرية يعني تصور متحف متكون من ثلاثة دوار مبنيين ضخمين متحفين الآن مفتوح جزء منه اتجهنا إلى أن نقيم متاحف ثانية متحف البحري متحف بيت ديكسون متحف التعليم متحف الجهرة لكن هذه ما تغني على المتحف الرئيسي جيد طيب الآن نتكلم عن محور أثر التجارة في تشكيل الحضارات طبعا التجارة يعني باكتشافاتكم الأخيرة اكتشفتوا أن التجارة كان لها دور إلا تحدثنا عن أثر التجارة في تعزيز هذه الاكتشافات دور الإنسان للخليجي الأول الإنسان اللي كان عايش في منطقة الخليج من سبع تلاف سنة كان له دور كبير في العلاقات الدولية وفي إنشاء القرى الأولى وفي إنشاء التجارة لأن الممر الوحيد اللي كان ممكن تبرز فيها التجارة هو الخليج لأن الخليج هادي مياه الخليج فيه شواطئ صالح السفن البسيطة غير البحر الأحمر والبحر متوسط كانت صعبة البحارة القوارب الصغيرة كانت قوارب بدائية لذلك الأهل الخليجي الأول برزوا في هذا المجال من سبع تلاف سنة أنشأوا القرى قرى متتالية أو قرى تصطف على طريق التجارة البحري وطريق التجارة الساحلي من عمان حتى الكويت في هذه القرى اللي أنشأوها بداية كويت كانت في نقطتهم الرئيسية المدينة الرئيسية بحراء وكان فيها التقاه مع التجار أو من بلاد الرافدين حين عندنا سجل كبير ضخم من القطع الأثرية بحراء الآن ظهر فيها أكثر من 16 ألف قطعة وهذا من الفخار غير القطع الأخرى من البيد أو الخرز اللي صنعوه في المنطقة الخليج الصوان المواد كان فيه مواد تستخدم في حضارة العصر الحجري ثم في العصر البرونزي ظهرت مواد أخرى استمروا في القرى هذه لكن طوروها القرى اللي كانت في العصر الحجري كانت في الإمارات كانت في دلمة في جزيرة دلمة لما جاء العصر البرونزي بعت ثلاثة نفسها برزت جزيرة أم النار برزت جزيرة البحرين برزت فيلكة في الكويت لكن نفس المنطقة نفس المكان قريب منه كيلو وات قريب من هذا الموقع يدل على استمرار أهلا يعني سكان هذه المنطقة من الخليج من شرق الجزيرة العربية والخليج هم اللي بدأوا في هذه العلاقات الدولية ربطوا العالم القديم يعني قارات الهند مهنجدار وحضارة مهنجدار وإيران ربطوها بالجزيرة العربية وربطوها بحضارة ما بين النهرين ربطوها بحضارة الشام حتى الحضارة المصرية وجدنا يعني آثار يعني الأختام الجعران المصري وجدناه في جزيرة فيلتش يعني هذا الدل فيه اتصال مباشر يعني الكثير من العلماء نفون في اتصال بين حضارة مصرية والحضارة الدلمون لكن الآن كشف عن نقش للرمسيس على حجر في تيماء يدل أن كان هناك تصلاح مباشرة من وسط الجزيرة العربية لأنه أقرب وأسهل تيماء في الكويت تيماء في حائل قريبة من حائل منطقة تيماء في شمال منطقة العربية السعودية حتى لا يذهب المستمع عن تيماء الكويت لا أتكلم عن تيماء الجهرة هذه حديثة هي سميت على تيماء نحن فقط بسحتها لا يسل لبس عند بعض المستمع إذن تيماء هي قريبة من حائل في شمال منطقة العربية السعودية وهي منطقة غير بعيدة عن مصر أصلا 200 كيلو يعني تقريبا أو 300 كيلو 500 كيلو تقريبا أو 500 لكن هي وسط يعني وسط الجزيرة العربية وهي تربط بين الخليج وبين مصر وبين الشام كانت ملتقة حضارات وكانت في سنوات عاصمة لأحد ملوك العراق مشهورة تيماء في العالم القديم نشأت فيها مدن وهذه القرى والدولات التي نشأت في شمال منطقة العربية السعودية كانت للتجارة بين الخليج وبين الجزيرة العربية وبلاد الشام حتى طرق التجارة الآن ذكرت حتى قبل الإسلام كانت مشهورة طريق الدو طريق المنكدر طريق البحري كانت تجارة كلها تنطلق من الكويت بعدما تصل السفن إلى أرض الكويت إلى المدن الساحلية تنطلق القوافل البرية باتجاه العراق ووسط الجزيرة العربية هو ساحل الحساء إذن نتكلمنا عن أن في فترة من الفترات التاريخية كانت منطقة الخليج هي خلق الممر الوحيد للتجارة العالمية نعم في العصر الحجري والعصر البرونزي منطقة الخليج هي الممر الوحيد للتجارة العالمية لتنقل من الهند ومن الجزء العربية ومن إيران إلى أوروبا إلى الشام ثم إلى تركيا ثم إلى أوروبا يعني الحديث عن عودة الخليج يعني كمركز مراكز تجارية نحن نرى الكويت في الخمسينات والستينات دبي قطر مثلا المملكة العربية السعودية هو عودة للأصل نعم هو الموقع الاستراتيجي نحن وسط العالم هذا المنطقة هي وسط العالم العالم القديم العالم القديم والعالم الحديث مستمرت يعني وهي وفيها خيرات كثيرة وفيها بشر منتجين يعني قديما وحديثا حتى يمكن الحديث عن طريق الحرير يمر في منطقة الخليج وحتى الحديث عن طريق الهند الجديد اللي تكلموا عنه نعم نعم رح يمر في الخليج هو الكويت هي المفتاح هي الطريق التجارة وطريق الحج بالعكس طريق الحج سواء المواك المقدسة أو المواك السنية هي طريق التجارة وطريق الغزوات حتى طريق الغزوات كانت في فتح العراق وفتح انتشار الإسلام في العراق وإيران كان عن طريق أرض الكويت وعن طريق كاظمة الآن التجارة الحديثة والانطلاقات القطارات إن شاء الله في المستقبل رح تكون عن طريق الخليج رأس الخليج العربي الآن في عندنا مينا مبارك ويتصور وأعتقد مينا البكر في العراق وأيضا عندنا الرابط القاري الآن اللي راح يكون من المملكة العربية السعودية يمر في الكويت هذا تأكيد على أن الموقع الاستراتيجي ما يفقد أهميته نعم دكتور اكتشاف العظمة يعني اللي صار يعني في صبية يليت يعني لأنه مرتبطة بحديث نموي عن جزيرة العرب وكذا نعم اكتشاف جميل يعني وخارج عملنا كأثريين يعني صدفة يعني أحد المواطني من عائل دنامي استدعاني وقال لي أنا عندي عظمة أنا ما أعطيناه صراحة بال لأننا كنا مشغولين في منطقة صبية في حفائر وكتشافات جديدة وبعثات زرت الموقع وشفت العظم وقلت له راح يجينا خبير الصخرة كانت موجودة صخرة ضخمة وفيها كسرة عظم بيّن شوي موجودة هو مشهل الصخرة لا لا هو محاط مخيب جنبها ومحافظ عليه حتى انتهى الربيع وهو للحين ماسك في المكان وقلت له إن شاء الله راح يجي الخبير يومين جاء الخبير البروفيسور مارك بيتش عالم بريطاني مختص في دراسة عظام الحيوانات والأسماك وزرت الموقع أنا وياه وقال له لا لازم نستخرج يا سلطان يعني هذا بيّن أنه مهم وقلنا يوم كامل يعني أنا وياه وأستاذ زميل لنا اسم محمد الغانم حوالي ألفين وواحد تقريبا بدأنا ننحت فيه يعني حتى استطاعنا نخرج العظم يعني هو عظم الصغير اليدة فيه الممث لكن هي كانت كبيرة يعني أكثر من 15 صانتي وضخمة يعني بعثوها البريطاني وقالوا هذا عظمة الممث كان يعيش في العصر الميوسيني في حوالي 16 مليون سنة وهذا وجود دليل أن المنطقة كانت غابات وأمطار على مدار الساح هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرض العرب كانت خضرها ورح تعود خضرها يعني يثبت أن هذا ظهر الممث في أكثر من منطقة يعني في الخليج في الواد العجمان وواد المياه في منطقة الصمال وفي الإمارات ظهر يعني حوالي 8 ملايين يعني 8 ملايين سنة ظهر عندهم بعد جزء من هيكل الممث لأنه منتشر في المنطقة يعني حنا وجدنا بعد عظم ثاني في منطقة الصبية الحيوان ثاني بدون عمليات مسح شامل أو مختصين في هذا العصر يعني نبحث الأثار التقطنا القطعة هذه وعرضناها على البروفيسور مرة أخرى قال هذا نعم حيوان ثاني موجود في المنطقة ما حددته إلا وعلا حددنا يعني ممث ثاني لا لا حيوان ثاني ممث يعني نوع من أنواع الحيوان الثانية ما نذاكر اسمه السبب السبب ما تذكر اسمه قلنا نسيت يعني ايه تمام طيب دكتور معلومة عجيبة صراحة يعني المعلومات يذكرها دكتور عجيبة بالفعل يعني تغير مفاهيم كثيرة دارجة حتى عند اللي يبحثون في علم الآثار أو مهتمين النشأ النشأ في الكويت نحن فيه معلومة أنه فيه زيارات يقوم فيها طلبة مدارس للمواقع الأثرية النشأ في الكويت الشباب في الكويتي نحن شفنا بالفترة الأخيرة إذا ما أنا غلطان شيء من الاهتمام يعني الاهتمام كان على مستوى لإدارة الآثار والمتاحف يعني أنا أخذت نهج جديد بدأنا ننشر الوعي الأثري بدأت أقيم محاضرات كل شهر يعني بدعم من جامعة الكويت قسم التاريخ بعد ما وقعنا معهم التفاقية أن أحد المختصين في الآثار والتاريخ تلقي محاضرة متحف الكويت الوطني وشهرية محاضرة استمرت سنتين ثم استمرت سنة تقريبا بدأنا أن دخلنا الآثار اللي في الكويت للمناهج الدراسية المراحل الدراسية كبداية هذا بناء على قرار صدر من دول مجتعون الخليجي 2001 في اجتماعهم الأول بدأنا نقيم معارض يعني بشبه دورية في مهرجان صيفي ثقافي وفي مهرجان القرين وغير المدارس اللي تابع اليونسك هو المدارس الأهلية يعني بدأنا يعني شكلنا فريق من زميلاتنا وزملائنا ودربناها وأنهم يلقوا محاضرات يوزعوا مبروشورات وكتب خاصة في المدارس لأن وجدنا يعني في مشاكل حتى عند الأساثة الجامعة أنهم لا يعرفون شيء عن أثار أنهم لا يأخذون فكرة ثانية أن هذه أصنام أو أنها بعيدة عن الروح العلمية أو الجانب العلمي أصنام أصنام يعني أكثر من واحد ذكر لي أن هذه أصنام وأنها لا يجوز تنقبون فيها أو تبثون فيها أحد الزملاء أنا أخذت للموقع الأثار وقلت هذه للعبرة وهذا مواقع تاريخ المنطقة وإرث إنساني كبير علم الأثار يساعد على معرفة الحضارات القديمة بعض الحضارات غير مكتوب لها يعني وجدت قبل الكتابة ولم لا يوجد فيها كتابة يعني حتى كاظمة بالكويت ترى ما موجود كتابة يعني لا يوجد نقوش أو شواهد قبور تدل عليها يعني هذا اجتهادات أو تحليل الصخور بالنسبة للعالم الأثار ويعني دراسة هو مختص في هذا المجال يستطيع أنه يكتب كثير ويحلل ويستنتج ويعطي تفاسير مهمة في هذا العلم عن هذا الموقع الأثري لذلك الآن مئات البروشورات والكتب التي أصدرتها أثار المتاعف أو البحوث التي نشرت في الخارج عن آثار الكويت يعني مهمة جدا يعني أنها تنشر من مجلس الوطني وتوزع على المراكز التقافية وعلى طلبة الجامعة وعلى حتى المدارس عشان يشاهدون هذه الاكتشافات المهمة في دوت الكويت والزميل هذا اقتنع يعني في العلم الأثار أو لا زال محتفظ لا لا اقتنع ودكتور يعني من الأخوان المتدينين وراح معنا أكثر من الرحلة هو أبدا يعني أكبر ما أخذ فكرة سيئة يعني عن الآثار وعن التنقيبات الأثرية والآن والآن يعني أصبح محتم بالآثار وأصبح مستطاع الآثار نحن نتمنع بها الحلقة هذه أن الكثيرين اللي ممهتمين يعني بالآثار أن يدركون أن الأثار في منطقة الخليج هي أساس وإحنا مثل ما بلغتنا الدكتور يعني في هذه الحلقة القيمة أن أصل يعني أول مستوطنة بشرية بدأت في الخليج وأن طرق التجارة العالمية كانت الخليج هي الممر له وهذه معلومات قيمة نتمنى نتمنى يبنى عليها أيضا نعم هذه الرسالة يعني رسالة يوجب أنها تهتم فيها الدولة هو وزارة العلام أن يعني أبناء هذه الأرض هم ساهموا في يعني إثراء البشرية عن طريق الآثار اللي وجدوها هو العلاقات الدولية يعني أبناء الجزيرة العربية ومن وجد في هذه الأرض ومن استمر في هذه والآثار اللي ظهرت لنا في هذه الأرض واستطعنا يعني معاونة زملان من البحث الأجنبية يعني نكتب عنها المهم أن نتصل الرسالة هي للعالم يعني هذا من نقاط اليونسكو أو التراث العالمي أنهم يصلوا لك يعني معلوماتك وكتبك وبرشتراتك بسهولة للأمم الثانية هذا اللي تنقصنا بالكويت الآن أن اجتهادات شخصية وليس يعني دولية وصول الآثار يتبقى أنت يتم تأطيرها في يعني وسائل عالمية أو عن طريق مؤسسة نعم في الحقيقة هذا الشيء أنا يسعدني شخصيا لأنها في مقابل يعني أن الدول العربية عديدة لديها آثار ويعني وتم التسليط الضوء على حضاراتها يعني يسعدني أن أسمع يعني أن دول الجزيرة العربية لها دور وهي من كان لها دور تاريخي في مرحلة معينة في التجارة أو حتى في المستوطنات البشرية وهذا يمكن يلغي بعض الأفكار القديمة اللي كان بعض الشعوبين يطلقونها أن هذه أرض بلا حضارة أو أرض بلا ثقافة أنا أعتقد اللي تابع يعني هذه الحلقة من بودكاست ملجسي العربي راح يغير كثير من الأفكار خصوصا أن أنتحدث عن شيء شيء يعني يعني كلام علمي وما فيه انتقاص من الآخر يعني أنت أنا لاحظت أنك ذكرت في كذا موضع أنك في مقابل هالمعلومات اللي تسعدك كخليجي وككويتي أو كشخص ينتي ملجسي العربي أنت أيضا تشعر يعني بالتقدير للدول العربية الأخرى والحضارات العربية الأخرى نعم إذا عندك تعليق أخير لا بالعكس أنا سعيد يعني واشكركم على هذا اللقاء وحنا يعني بدأنا يعني وأنا تقعت من العمل الأثري لكني مستمر الآن في النشر وفي لقاء محضارات وفي لقاءات تلفزيونية لتوضيح الآثارنا بالكويت ونشر الوعي الأثري وركزت الآن على الآثار الخاصة بشكل يعني أن كنا نشرع بشكل عام عن الآثار حضارات ومدافع لكن الآن أخذنا يعني رؤية ثانية أن نشر بشكل خاص عن أهمية هذه الآثار ودرسات متخصصة وعلمية عن الآثار في الكويت بالتوفيق دكتور سلطان الدويش الأمير العام المساعد لمنظمة آيكم الكويت المنظمة العالمية للمتاحف والمدير السابق للأثار في المجلس الوطني للثقافة والأداب والفنون في دولة الكويت متابعي مجلس العربي نلتقيكم بإذن الله في حلقات مقبلة سمع الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة